اسمعي حقي حقي اسكتي حقي اقترح الاستاذ خليل عطية جليل هاي نقطة نظام اصلية وهي استنادا الى المادة 103 من نظامنا الداخلي ارجو من الرئاس الجليلة عرض اكفال باب النقاش على مجلسنا الكريم على ان يتحدث اسمعي حقي حقي اسكتي حقي اقترح حقي اقترح حقي اقترح اقروا النظام الداخلي لو سمحتوا لو سمحت اذا سمحت واعطي اثنين معارضين استنادا للنظام الداخلي استنادا للنظام الداخلي اقرأ النظام الداخلي قبل ما تحكي اقرأ النظام الداخلي ولا حدا يسوي حالة شاطر انا بس انتنى النظام الداخلي مش عالي سعينا حكياتي شو اللي بتتوقع حقير ابو حسين احكي معاي الرئيس الجليل ارجو اعرض الموضوع على المجلس الكريم لاكفال باب النقاش على ان تعطي اثنين من الاخوان اللي بعارضوا حتى نفى موجة نظرهم سيلي شكرا سعينا الرئيس سأعطي اثنين ثم اطرح الاقتراح السيد علي الخلايلة بعطيك سليمان لا يجوز لا يجوز لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور بالدستور شكرا 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 دكتور امر العياصفة دكترتك شكرا شكرا على الدكتورة زملائي تعرضك في الباب النقاش ليش لانه لا زال في النقاش بقية ماذا يعني ما نضج الموضوع يعني خليني اعمل مداخلتي وارى يعني بعض الجوانب التي ربما لم يسلط الزملاء عليها الضوء بعد اذنك معالي الرئيس قائل وضع على ما هو عليه امر صعب يا اخوان انا ما بدي احكي الان دستور ولا بدي احكي قانون بقدر ما احكي سياق سياسي عشنا في هذا المجلس ازمات سياسية خانقة تنكرون ذلك تنكروا ان الاردنيين حردانين ورايحين على السوشال ميديا تنكروا ازمات البطالة المتدحرجة التي ربطت نفسها بالولاء السياسي تنكروا ازمة الفتنة وازمة ناعور تنكروا هذه الازمات البنيوية التي تقول انه لا يجوز ولا يصح ولا يمكن ان يستقيم ان يبقى الوضع على ما هو عليه ففكر الملك بدون ضغط هذه المرة لا حراكات في الشارع الا ضغط هذه الازمات بالذهاب الى مشروع اصلاحي النظر له برمته مهم النظر له على انه سيسيل شباب اردنيين مرة اخرى الى مؤسسات الحكم ليجلسوا في اماكننا هنا وفي اماكان الحكومة ليشهدوا دولتهم مصالحها الحيوية امكانياتها قدراتها قوتها ضعفها هذا الذي يحتاجه الاردن في هذا التوقيت لا يمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه اليوم نعيش ازمة بنيوية في كل الملفات علينا ان نجعل الناس اكثر قربا من الحكم واليوم جاءت الضمانات الملكية للحكومة فتقدموا بهذا المشروع وبدي احكي لكم كمان وازيد ابن الشعر بيت هناك مخاوف داخل مؤسسات الدولة هناك قوة شد عكسي هناك من يتردد هناك من يخشى هناك من يرى ان الحياة الحزبية غير ناضجة هناك من يرى ان الاحزاب لا زال فيها نفسا مؤدلجا هناك من يرى ان الاحزاب لا زالت احيانا تفكر بنبض العواصم العربية فبالتالي هذا المشروع كبير ومهم وانا حكيتها وريد احكي لكم اياها وللامان الوطنية لست معنيا بنجاحه لكن معني بعدم فشله لانه سيكون بالنتيجة مغادرة للاردنيين من العملية السياسية فلنتريه برد شوي التفكير فلنحيله اليوم الى لجنته القانونية وبعد ذلك في التفصيلات نتحاور نتناقش نقول هذا صحيح وهذا خاطئ هذا ممكن وهذا غير ممكن لكن بشرط ان يكون في سياق المشروع ليس في سياق التشريع وليس في سياق تفصيل كل هذه المركبات عن بعضها البعض الاردنيون اليوم ربما اقل حماسة لهذه المشاريع اقل حماسة لماذا؟ هذا يساوي خطر استراتيجي على فكر الدولة اليوم الشرعية البرلمانية في الدولة الاردنية تتعرض لعلامات استفهام في الواحد وعشرين الامير المؤسس لما اجعل الدولة قال مكان تحت الشمس وقرر ان يكون لنا نظام برلماني اليوم هذا البرلمان الكل يهاجمه لا اريد ان اقول ضعيف لكنه على الطاولة اصبح ضحيف وبالتبعية اصبحت الحكومات ضعيفة بالتالي علينا ان نجدد شبابها نحن امام مسئولية تاريخية علينا ان نرتق اليوم لكل الحسابات الفئوية والحزبية والمناطقية والجهوية لنقول اننا بحاجة الى مشروع كبير يعيد الاردنيين يستعيدهم الى دولتهم هؤلاء الذين شردوا عنا وشتمونا في كل لحظة لذلك انا اقترح معالي الرئيس ان يحال هذا القانون وان نفكر به مليا من منظور وطني وشكرا معاليك شكرا اشتركوا في القناة